هذا وقد حقق العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا نهضة شاملة لكل القطاعات ومن أره اليوم من إنجازات حضارية ما هو إلا ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى أيده الله نهضة ترى على أرض الواقع وتطورات تشهدها البحرين منذ تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم يلتمس البحرينيون خلالها نهج صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نهضة بالإنسان والأرض وارتقاء بالأمن والاقتصاد حتى أصبحت البحرين في عهده الزاهر مشارا لها بالبنان في الكثير من المحافل الدولية التي تسطرها بالإنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لا زال يحقق إنجازات لم تتوقف وما العياد الوطنية إلا استذكار ووفاء لجهود جلالة الملك المفدى في نهضة المملكة فمشروع جلالته الوطني الجامع المساهم الأول في تحقيق الإنجازات وصون الوطن والمقدرات الوطنية حيث طال المشروع الإصلاحي السياسات العامة التي طالت بدورها مختلف جوانب الحياة في المملكة وذلك بإقامة اقتصار وطني حديث يتميز بالتنوع وقوة الأداء وجذب الاستثمارات والكفاءات في الإنتاج وفي بناء اجتماعي ثقافي يضمن المواطنين خدمات تأليمية وصحية ومعلوماتية ويكفل حق العمل ويسر حياة مجتمع الرفاهية للقطاعات الأوسع من المواطنين إن من يشاهد مملكة البحرين يعرف عظم قائدها فجلالته هو الأب الحاني والقائد وربان المركب الذي يجتمع عليه كل البحرينيين في تحقيق رؤاهم وتطلعاتهم وهو أيده الله الجامع لأبنائه وبناته تحت راية آل خليفة الكرام باتزانه وروح التسامح وخطاه الواثقة التي ورثها أبا عن جد وهو من يوجه من أجل النهوض بالقطاعات التي تهم مملكة البحرين في شتى المناحي ما قام ولا يزال يقوم به جالات الملك المفدى حفظه الله ورعاه لا تكفيه الكتب لشرحه ولا تكفيه الكلمات لإنصافه فنحن نلتمس كل يوم على هذه الأرض الطيبة ثمار جهود جالات الملك المفدى ومشروعه الأصلاحي وفي كل خطوة في ربوع المملكة نرى ما كان وكيف أصبحنا بفضل الله وثم بفضل قائد فذ وملهم ألهم شعبه بمحبة وروح أبوية وبادله الشعب وفاء وعرفان في مسيرة قائد وشعب